عقدة بعد ظهر يوم بخصوص مباراة الاهل والزمالك ان شاء الله يوم الجمعة القادم الاجتماع الامن ليه علاقة بالتفاصيل الخاصة بالترتيبات وصول الفريقين الحضور اللي ممكن يكون بالنسبة للاعداد اللي هتحضر ايا كان هي المباراة طبعا مباراة بدون جمهور لكن في نفس الوقت ممكن يكون في حضور لعدادة معينة متطوعة عشان تكون في مشهد ايجاب شوية لشكل المباراة في استاد القاهرة الدولي لكن في كل حال او باي حال من الاحوال المباراة فنيا على ارض الملعب بغض النظر عن كل هذه الظروف الخارجية هتبقى مباراة كبيرة والجيابات اللي ممكن تكون مؤسرة مش هتظهر ان لا بالنسبة للجهاز الفني لان كمان لما المسحة الطبية يتم اعلانها مش بيتم اعلانها لكل وسائل الاعلام بيتم اعلانها للناديين وللمنصق المسؤول عن المباراة يعني حتى النهاردة بعض يقول لك مصدر في الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي كله اصلا مش هابي عنده المعلومة لان المعلومة بتخص افراد بعينها ممكن اعلانهم ما يتعداش اصابع اليد الوحدة اداري هنا واداري هنا وبتتباعة عبر الايميل وكمان رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الافريقي مع المنصق العام للمباراة فقط ليس الا فالمعلومة مش مع 3041 اوكي فبالتالي ان شاء الله باذن الله اي 11 في المباراة هيكونوا قادرين على اداء مباراة كبيرة وما ننساش وانا بختم هذي الجزئية مباراة سي سبوري افواري في نهاية الكونفدرالية 2014 اهلي كان بقيمة 14-15 لعب ما كناش عارفين نغير احمد عادل عبد المنعم بسبب الاصابة لان ما كانش فيه دكة مدلاء فبالتالي محتاجين 11 راجل في الملعب واي اسم صدقوني والله الاهلي بما الحضر والروح المعنوية جاغوة المعسكر الروح معنوية عالية جدا وكل البلبلة اللي موجودة على السوشيال ميديا والله ما لها اي تأثير على الفريق الناس مركزة كويس جدا وبيت سمو سيماني عامل شغل ان شاء الله يكون مميز يترجم ده على ارض الواقع في المباراة يوم الجمعة لان في النهاية كرة القدم في الاول والاخر عنصر التوفيق فيها اهم شيء وان شاء الله النادي الاهلي هيكون موفق باذن الله في هذه المباراة اخرج الافاصل وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا اشتركوا في القناة